وائل إذا عندك تعليق على التصريح أو على أبغى منك رجب المباراة هارد لك للأستاذ طلال الشيخ أخطاء التحكيم تحصل لكل الفرق في من يستفيد من أخطاء التحكيم وفي من يتضرر ما شاهدنا تصريحه في ضربة جزاء ميشيل اللي حصلت أمام الهلال اللي بشهادة الجميع ضربة جزاء صحيح فره هي كرة قدم في الأول وفي الأخير في أخطاء تحصل لكل الفرق لا يقول لطلال الشيخ أنه فريقه تضرر من التحكيم ولم يستفيد من التحكيم كل الأندية تضررت واستفادت من بعض الأخطاء لكن توجيه أنه الدوري موجه أو الحكم موجه أتمنى أنه يملك الشجاعة ويقول أما يعني عقب الخسارة هذه ردودة فعال تعودناها دائما بجود الفريق الخسران دائما تسمع مثل هذه التصاريح يعني تعودنا إحنا دائما يفترض أنه يعني يبتعدوا عن التصريحات لغاية ما يهدوا شويات ويتكلموا دلال الشيخ يعني مسؤول في نادي الشباب من حقه يعني طيب أوكي خطأ شوف شوف أنا وان أي أحد بعد المباراة والله مهزلة تحكيمية الحكم سيء الحكم مدر وشو تفهم لكن جملة إذا فيه توجيه معين نبقى نعرف توجيه من مين وبإيش نتمنى أنه يكون واضح نتمنى يكون واضح تتمنى كمان حرقته تمام على لاعب اللي شات ضربة الجزاء اللي رعونه واستهتار في مباراة وفي وقت حاسم من المباراة لا ترى التصريح ترى التصريح يبدو لي عشان نكون إحنا منصبين أنا سمعتكم الجزء اللي يخص هذا لأنه قدار تكلم على اللاعب لأنه بعده قال واللاعب ومداش عشان إحنا ما نظلمه إحنا بس حطتك الجزئية اللي هي مثيرة للجدل اللي يتكلم فيها أنه هناك توجيه ونبغى نعرف وش التوجيه نبغى نعرف من اللي يوجه وش التوجيه بوجود إذا يملك الشجاعة تمام يظهر لا هو إن شاء الله يملك الشجاعة خلينا نقول إذا يملك الرغبة لأنه إن شاء الله أنه شجاع وكل الناس شجع لا تورطنا الله يخليك وعد لا لا هو شجاع طيب إذا يملك الرغبة لا تورطنا تقفى يملك الرغبة أعتذر على الجملة يملك الرغبة تمام الأستاذ طلال ويظهر ويقول كيف الحكم كان موجه أو أنه الدوري موجه فقط هذا اللي نحن نحن أما أخطاء التحكيم موجود الكل جميع الأندية تضررت واستفادت من التحكيم